وفق توجيهات صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد الخليفة ولي العهد نائب القائد العلاء نائب الأول رئيس مجلس الوزراء بالملتقى الحكومي 2017 أعلن سعادة السيد محمد بن إبراهيم المنطوع وزير شؤون مجلس الوزراء عقد ورشة العمل الأولى في 26 من شهر نوفمبر الجاري برئاسة معالي الشيخ خالد بن عبدالله الخليفة نائب رئيس مجلس الوزراء والتي تتناول المحور الاقتصادي والمالي والبنية التحتية وقال سعادة الوزير إن عقد ورشة المحور الاقتصادي والمالي والبنية التحتية ستسبقها لقاءات تنسيقية مع فرق العمل المعنية بهذا المحور والتي تمثل مختلف الجهات المعنية بهذا المحور لصياغة تلك الرؤى والأفكار المشتركة ورسم السياسات الجديدة التي تصب في تقوية الاقتصاد وتحسين الوضع المالي وتطوير البنية التحتية بما يخدم التوجهات الحالية والمستقبلية التي تحقق النماء والازدهار للوطن وأشار الوزير إلى أن ورشة العمل تستعرض أبرز المنجزات التي تحققت والسياسات التي اتخذت لتعزيز الوضع الاقتصادي والمالي في المملكة كما سيتم خلال هذه الورشة تحديد أولويات هذا المحور ووضع الاستراتيجيات والسياسات الرامية إلى تحقيق أهداف التنمية المستدامة انطلاقا من الرؤية الاقتصادية عشرين ثلاثين واستنادا إلى أهداف المرحلة القادمة بما يسهم في تنمية الاقتصاد الوطني ويلبي تطلعات المواطنين ولفت الامطوع إلى أن ورش عمل وضع الآليات وتحديد الأولويات ستستمر حتى مارس من العام القادم حيث تعقد الورشة الثانية في شهر يناير برئاسة معالي سيد جواد بن سالم العريض نائب رئيس مجلس الوزراء ستتناول المحور التشراعي والأداء الحكومي أما ورشة العمل الثالثة فستكون برئاسة سمو الشيخ علي بن خليفة الخليفة نائب رئيس مجلس الوزراء وتتناول محور الخدمات والبيئة وستعقد في شهر فبراير كما تعقد ورشة العمل الختامية في شهر مارس برئاسة سمو الشيخ محمد بن مبارك الخليفة نائب رئيس مجلس الوزراء تحت عنوان التطلعات المستقبلية سيتم الاستناد عليها عند إعداد برنامج عمل الحكومة القادم